موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن الحديث كلام الله وأحسن كتاب كتاب الله يقول الله تعالى في الكتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ويقول تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ويقول تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون عندما نتحدث عن الرحمة نتحدث عن خلق عظيم عن قيمة عظيمة لا بد لنا أن ندرب أنفسنا أن نربي أنفسنا عليها وأن نربي أجيالنا ومن نحب على هذه القيمة ذهب بعض المفسرين إلى أن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة يعني عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم ماذا نعني أو يعني الله بكلمة الرحمن أولا الرحمن قيل هي اسم أو هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى تختص به فالرحمن هو ذو الرحمة الشاملة للمؤمنين ولغير المؤمنين أما الرحيم فهي مختصة بالمؤمنين فالله تبارك وتعالى رحمان رحيم يعني رحمان بالمؤمنين وغير المؤمنين ورحيم بالمؤمنين والإنسان عليه أن يتعلم هذا الخلق من الله تبارك وتعالى أن يتعلم الرحمة من الرحمن الرحيم لكي يرحم من حوله من الناس وهنا قسم المفسرون الرحمة إلى رحمة رحمانية تعم الجميع ورحمة رحمية تختص بالمؤمنين فقط ما هو مفهوم الرحمة؟ الرحمة تعني التعامل مع جميع المخلوقات بالحسن والرفق واللين والرأفة والتسامح وعندما نقول جميع المخلوقات يعني نعني الإنسان ونعني الحيوان ونعني الشجر النبات أن يكون الإنسان رحيم بكل هذه المخلوقات فإن لفظ الرحمة من الألفاظ العامة والشاملة التي يدخل في معناها كل خير ونفع يعود إلى الإنسان في دنياه وآخرته وتنقسم الرحمة إلى رحمة الله لعباده والتي هي بها أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وبها هداهم وبها أسكنهم دار ثوابه وبها رزقهم وعافاهم وبها أنعم عليهم وبها غفر لهم وتاب عليهم ثم الرحمة عند العباد وهي رقة يجدها المخلوق في قلبه تحمله على العطف والإحسان إلى سواه ومواساته وتخفيف آلامه فهنا نسأل أين هذه الرحمة بين العباد لذلك يعني عندما نسأل هذا السؤال أين الرحمة لأننا نرى من الناس من يشبع وجاره جائع ومنهم من يلبس أذخر الثياب وجاره لا يجد ما يستر به عورته ما يستر به عورته ومنهم من يسكن القصور الشاهقة والناس ينامون على الأرصفة نحن لا نقول أنه يعني ممنوع للإنسان أن يسكن القصور ولكن أن يلتفت إلى الفقراء وأن يؤدي ما عليه من حقوق ومن واجبات حتى يكتفي هؤلاء لأنه كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام ما جاع فقير إلا بما متع به غني فالإنسان الذي يؤدي واجباته يؤدي ما عليه من واجبات هذا الإنسان لا يطالب فإذن الرحمة ركيزة من أهم الركائز التي يقوم عليها المجتمع المسلم بجميع أفراده بل المجتمع غير المسلم أيضا ولكن نتحدث عن المجتمع المسلم لأنه ينبغي على المسلم الذي يحثه الله تبارك وتعالى على الرحمة ويحثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الرحمة أن يكون أرحم من غيره فالمجتمع المسلم ينبغي أن يستشعر هذه القيمة لأن هذه القيمة هي التي تجعل في المجتمع الوحدة والألفة بين أفراده فيصيرون أبناء هذا المجتمع كالجسد الواحد الذي يشتكي إذا اشتكى أحد أعضائه ويتألم إذا تألم هذا الجسد المؤمن لا يكون إلا رحيما بعباد الله شفوقا عليهم محبا لهم يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة فلا بد للإنسان أن يكون رحيما ويبدأ الرحمة بأبنائه أبناؤه أحوج الناس إلى رحمته أبناؤه يعني أبناؤك بناتك يعني أرحمهم بالرفق بهم بالتودد إليهم بحسن تربيتهم ورعايتهم اجعلهم يشعرون أنك أب عطوف رحيم أو أنك أم عطوف رحيم وقد جاء في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني يرون أن النبي قبل الحسن بن علي عليه وآله السلام وعنده أحد الجالسين عنده الأقرع بن حابس التميمي فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد يعني من الأبناء ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظر إليه نبي الرحمة ثم قال من لا يرحم لا يرحم أنت تريد الرحمة من الله تبارك وتعالى أيها الإنسان عليك أن تكون رحيما بالآخرين ثم الرحمة بين الأزواج وهكذا أراد الله تعالى لنا أن نتعامل مع نقص الزوج أو الزوجة برحمة يعني من هذه التغافل ما يكون الإنسان يبدأ على زوجته أو الزوجة تدقق على زوجها بكل صغيرة وكبيرة لإصطناع المشاكل لا الإنسان يعني بيقع بمشكلة الإنسان مثلا يسهو يخطئ لازم الإنسان يفعل هون التغافل حتى تتفعل الرحمة بالحياة الزوجية ورد نص يتحدث عن السياسة التي ينبغي أن تعتمد في هذه الحياة ومنها تنطلق الرحمة وهو الزواج مكيال ثلثه فطنة وثلثة تغافل يعني نعم يكون الإنسان فطين ولكن في أمور كتير مثل نحن ما نعبر طنش طنش تعش ما هيك بقوله فالالتفاط الدقيق بين الزوجين ينبغي أن لا يتجاوز الثلث في حين ينبغي أن يسود التسامح والتغافل يعني التغاضي عن أمور كثيرة في الحياة الزوجية من الرحمة المساعدة يعني تتحقق الرحمة بمساعدة الزوجة لزوجها والزوجة لزوجته فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام غلق الله عنها سبعة أبواب النار وفتح لها ثمانية أبواب الجنة تدخل من أيها شاءت وعنه صلى الله عليه وآله وسلم يا علي لا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة يعني الإنسان ما يتعيب إذا ساعد الزوج بأعمال البيت أو بعض الأمور يعني إجاء ابن الشغل يمكن عنده بعض طاقة بيلاقيها مثلا بعضهم أصلي بعض الأعمال بدل ما يعمل مشكل لا يوم يساعد أبدا هذا الأمر ليس معيبا بالعكس هذا الأمر يكسبه أجرا ويظهر رحمته إن تفعيل المودة والرحمة بالحياة الزوجية ينتج أسرة تعيش سعادة سعادة الدنيا والآخرة تلتقي مع بعضها هذه الأسرة على حب الله تعالى فيحبهم الله سبحانه فعن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب المؤمن ويحب أهله وولده وأحب شيء إلى الله تعالى أن يكون الرجل مع امرأته وولده على مائدة قبل أن يتفرقوا من موضعهم يعني مش والله بيجي الأب بيأكل لحاله الزوجة بيأكل لحالها الأم الأولاد كل واحد بيأكل لحاله لا منيح الاجتماع هيك مع بعض تسود الإلف والسعادة أيضا من مظاهر الرحمة ومن الأمور التي ينبغي أن يفعلها الإنسان الرحمة بين رب العمل والعاملين يعني بين إدارة المؤسسة والموظفين وتتجلى هذه الرحمة بعدة مظاهر أول شيء ملاحظة الفروق الفردية يعني واحد مثلا يمكن يكون عنده طاقاته محدودة واحد طاقاته أكبر رب العمل هون لازم يلحظ هذه الفروق ما يطلب من اللي طاقاته ضعيفة كما يطلب من اللي طاقاته قوية وهون ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره طيب أيضا من مظاهر الرحمة ملاحظة الاحتياجات والظروف الاجتماعية والاقتصادية والضغوطات المتنوعة وما أكثرها بهذه الأيام يعني الإنسان دائما لازم يشوف والله أنه هيدا الموظف هيدا العامل أنه شو عنده متطلبات أداش بيقدر يدعمه أداش بيقدر يساعده خارج الراتب خارج ما يستحقه من مال يعني يكون فيه تعاون هذا التعاون ناشئ من الرحمة كذلك الأمر مثلا في المدارس أنه يكون في رحمة من قبل المعلمين بالطلاب أن يكون في رحمة بالأهل وخصوصا في هذه الضغوطات المادية القاسية أيضا مثلا تأمين البيئة المؤسسية المساعدة على إعادة شحن الطاقة الإيجابية في العاملين وفي الموظفين فالإنسان الذي يعيش حالة الرحمة في المجتمع هذا يستحق الرحمة من الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى تحدث عن رسوله الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعن أخلاقه في رحمته لأصحابه يقول تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمل رحمة هذه الرحمة كانت تبرز في لينه مع أصحابه ومع من يتحدث معه يعني في موقف يجأ أعرابي بده يأخذ من النبي بده يطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مال فشو عمل هيدا أخذ عبيت النبي وشدها حتى يعني أحمر عنق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال بفضادة هذا الأعرابي يا محمد أعطني مما أعطاك الله أصحاب النبي يجو بدون يبعدوا قال لا اتركوه وأعطوه من بيت مال المسلمين شوفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف تعامل مع هذا الإنسان صاحب الفضادة تعامل معه بلين ورحمة كذلك الأمر الله تبارك وتعالى أشاد بأصحاب النبي وبالنبي ماذا قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فصفة الرحمة فيها مدح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأصحابه ومثل ما قالنا النبي صلى الله عليه وآله أنه من لا يرحم لا يرحم فينبغي على الإنسان أن يعيش حالة الرحمة إذا كان تاجر يعني عنده إبضاعة تحتاجها الناس أن يرحم الناس ما يعلي من أرباحه مما كيسبه يرحم إذا كان والله إنسان صاحب سلطة يرحم الناس اللي هن تحت سلطته ما يكون قاسي ما يبرز عضليته مثل ما منقول على من هم ضعاف في المجتمع إذا كان الإنسان مثلا مدير قلنا أنه يرحم هود الموظفين عنده إذا كان الإنسان أب وعنده أبناء أن يرحم أبناءه إذا كانت كذلك الأمر أم عليها أن ترحم أبناءها الصغار علينا أن نرحم بعضنا البعض خاصة أصحاب أصحاب العاهات يعني إذا نحن شفنا وحدا بالمجتمع عنده عاهة عنده نقص معين أنه نرحمه ما نعمل محط للسخرية وكذلك الأمر أن تبرز هذه الرحمة في مجتمعاتنا على أصحاب الحوائج من مؤسسات ومن جمعيات يعني الإنسان عليه أن يبرز الرحمة في قلبه حتى يدعم الفقراء والمحتاجين والمساكين حتى يكون محطة لرحمة الله تبارك وتعالى ولعطاء الله تبارك وتعالى فالرحيم هو أولى من غيره برحمة الله تبارك وتعالى فعلينا أيها الأعزاء أن نكون جميعا أن نسعى جميعا لنكون محطة لرحمة الله تبارك وتعالى ونكون إلى جنب نبي الرحمة الذي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين وليس فقط للمسلمين فنبينا أرسل رحمة للعالمين وعلينا أن نكون رحماء أيضا للعالمين لكل من نلتقي بهم أن تكون الرحمة في قلبنا للمسلمين ولغير المسلمين أن تكون للبشر ولغير البشر أن نرحم البيئة أن نرحم الأشجار أن نرحم الحيوانات يعني بعض الناس بيتسلوا أنه والله بيقتلوا حيوان قطة من هون أو كلب من هون أو بروحوا على الصدل التسليه هذه ليست تسلية هذه تؤشر إلى عدم الرحمة في قلب هذا الإنسان الذي يمارس هذه الأمور لا بد لنا أيها الأعزاء أن نفعل الرحمة في قلوبنا لنكون من أهل الرحمة في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة